الأرجوزة المية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي عز الحنف رحمه الله تعالى قال الناظم الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختاري وبعدها كسيرة الرسول من قمة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيعين الأول عام الفيل لكن عمل مشور ثاني عشره في يوم الاثنين طروع فجره ووافق العشرين من ليسانا وقبله حين أبي حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حريمة لأمه وعادت به لأليها كما أرادت وبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست ما شهر جاء وبعد أمه على الأبواء وجده لأبي عبد المطالب بعد دمان ما تم غير كذب ثم عبد طالب لم كفر فالخزمة أزمى إلى الشام أحل وذك بعد عامي إثنى عشره وكان من أمره بحر ومشتهر وزار نحو الشام أشرف الورى في عامي خمسة وعشر نذكرة لأمنا خديجة متجرة وعاد به رابها مستمشرة فكان به عهده عليها وبعده إفضاه إليها وولده منها أخل إبراهيم فالأول القاسم محاذة كريم وزينب الرقاية وفاطمة وأم كل منه لهن خاتمة والطاهر الطيب وعبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته إذا قل حمام وبعده خطمة بنسبعه وبعده خمس وثلاثين حضار بنيان بيت الله لما أنتذر وهكمه وأبو بما هكم في وضع ذاك الهاجر الأسوادي تم وبعد عام أربعين أسلا في يوم الاثنين يقين فانقوله في رمضان ربيع الأولي وصورة رعا والمناسل ثم الغبوة وصلاة ألم ثم جبريل وهي راقعة محكمة ثم مضت عشرون يوما كاملا فرامة الجنة نجوما مائلة ثم أدى فيها أربع الأعوام بالأمر جهتان إلى الإسلامي وأربع من النساء واثنع الشرام من الرجال صاحب كل غدجة إلى بلاد الحوش في الخامس يام وفي يد ثم عدل ملم ثلاثة واسماننا رجل وما هم جماعتنا تكمل وهنا عشر واسمان ثم قد أسلم في السديس عمزة الأسد